انتقادات سياسية وشعبية واسعة ضد رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاس خارتة عقب لقائها مع مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي في طهران لبحث الانتخابات العراقية وسط استغراب من مناقشة ملف داخلي خارج الحدود العراقية فيما عدى مراقبون هذه الخطوة دليلا على دور إيران وتدخلها في العراق سياسيا وأمنيا واقتصادية أولا إيران لا زالت دولة تمتلك قدرة التأثير في العراق ولديها نفوذ ولديها قدرة التأثير وهذه القدرة تستدعي من كل الدول أن تحاورها لغرض بسط الطمأنينة والسكون والهدوء للعراق لأن دائما العراق هو الحديقة الخلفية لكل مشكلة سيما للدول الإقليمية ومنها إيران على الرغم من تأكيد الطرفين على ضرورة عدم تدخل أي دولة في شؤون العراق الداخلية وأهمية أن يشهد العراق انتخابات حرة ونزهة لكن هذه الخطوة تثير جملة من علامات الاستفهام عن علاقة إيران بالشأن الانتخابي وسبب مناقشة العملية الانتخابية في العراق بين الممثلة الأممية في العراق مع مستشار المرشد الإيراني الملف الذي تذهب إليه بلاس خارج هو لتأمين البيئة الانتخابية لإلزام إيران بأن تعود خطوة إلى الخلف وأن تحترم حدود العراق وسيادته وأن تكون جارة فقط لا أن تتدخل في الشؤون الداخلية ولا أن تسير العملية السياسية أو تتلاعب نتائج الانتخابات وبالتالي يعتقد أن خطوة الخارجية العراقية أو الحكومة العراقية بالاستعانة بإشراف دولي وليس إدارة هو مهم جدا ولم يخلو أي لقاء للمسؤولين العراقيين مع بلاس خارت من التأكيد على ضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الانتخابات المقبلة في خطوة وضعها مراقبون في خانة التخوف من تغيير واقع النتائج أو تحريف مسارها تحت تهديد السلاح والتدخلات الخارجية فراس الدليم قناة الفلوجة بغداد